الخبر الأول الذي عادنا عن التهجم المرعب اللي تعرضت لناريني بيوتي من المتابعين بل ما نزلت هذه الصورة يا حبايب انه عن ما كانت جريئة وكانت بمناسبة رأس السنة يا حبايب مثل ما شافي شوية من ملابسها ظاهرة تخلي اغلب الكومنتات انكتبوا لها انت مو مسلمة ولا شنو هذه الملابس وتستهري يا بنت وهذه الكومنتات يا حبايب اللي هي عصلت اكبر عدد لايكات مثل ما شافين يا حبايب فكتنون الكومنتات استحقل التهجم اللي تعرضت له او لا الخبر الثان اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عادنا اللي هي نورستار يا حبايب بعد ما نزلت هذه الستوري اللي شات معنا بي انه بعد 24 ساعة راح تنزل لنا فيديو راح يكون عاطفي اخر سنة الفيديو 2021 راح يكون يمكن هو اعترافها لحبيبها او حبيبها يعترف لها بحبه ولكن الشي صادم يا حبايب انه قررت انه تلغي لهذا الفيديو بالنسبة ليسا عن السبب فانه نزلت هذه الستوري اللي وضحت به انه الفيديو عاطفي كان مفروض ينزلكم اليوم ولكن اللي غتل انه هي مو جهزة شارككم هذه الاخبار الجديدة فقررت انه تأجل الفيديو الشهر واحد حتى تكون جاهزة بس ما نسيتكم والله هذا يعني يا حبايب تأجل الفيديو حوالي الشهر كامل يلا ينزل بيضاف انه ذات هذه الستوري كان مهم هو واحد واضح انه ما اكو بيناتهم تلامس يمكن يكون هو حبيبها يا حبايب مادري صراحة ومثما تعرفون انه هو حبيبها يا حبايب هو هذا الشخص اللي لازلت لكم مقطع وسربت لكم صورته فاكتونا بلكومنتات شو رأيكم اللي قاعد يصير ويا نور ستار اما من اثمان اليوتيوبر الثاني يا حبايب اللي هو احمد حسن وزينب بعمل ازلوا هذة السورات يديوا يعدون بها المتابعين انه ان شاء الله سنة جديدة حتكون نار وبها مفاجأة هواية بيضاف زينب لازلت هذه السورية يا حبايب اللي من واضح انه هي مو حامل رغم ان هي مفرصة حاليا تقريبا عشر تشهر وتخيلوا عشر تشهر حامل ومجرد هي بين مشكلة هي مو حامل هذا اخل اغلب الكومنتات تكتبون لها انه وين الطفل وين الشي انت حامل ولا قاعد نتكذبون علينا وطبع صورة جديدة يا حبايب بحسب الاستوريات ما لاتجل الناس الشكل فما ادري صراحة اكتونا بلكومنتات هل تشوفون هذا هو الشكل بنت حامل صلى عشر شهور كتبونا بلكومنتات رأيكم ننتقل حاليا الخبر الثالث يا حبايب اللي هو ريدر ودخولها المستشفى فقام رطاء يا حبايب نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الاستوري اللي شات محاجثته ويا ريدر بالواتساب وكاتبين لها انه هو كلش ااسف ودازلها صورة انه هو المستشفى ويا شات كاتبت لسلام تك ما تشوف شر طبعا ايش فيها يا راب ان شاء الله ريدر ان شاء الله ما بيه الاخير والعافية وهذا الشي ما خلال انه هو يجي لحفلة قمر في كتبات الكومنتات شو رأيكم وعلى سرة حفلة القمر يا حبايب صار به هو اشياء غريبة بالنسبة لأول شي يا حبايب طمنجة وقمر طايف نزلوا استوريات كانوا بداخل حفلة هذه الحفلة يا حباب هي كانت حفلة جبيرة وبها مغنيين ولكن هذه الشي ما لا علاقة بالاشاعات اللي طلعت يا حبايب ان هي ممكن تضام الفرق ففنبولي شلا يا حبايب فطمنجة هو كانت جايوية مريانا توقع وبالنسبة القمر طايف هي كانت امهم جهازات لحفلة وكانت جايبت لها انوار وعادة جبير من اليوتيوبر مثل ما شايفين قمر طايف كانت جايوية انوار ولكن الغريب الموضعية يا حبايب اللي صار واللي هو انه غير الاستوريات اللي نزلتها بفريقه السابق لأشخاص اللي كانوا معزومين من بينهم كان معزوم ايمو يعني ايمو اكيد هو التقى بفريقه السابق اللي هو بفريق نورمار فما دلصراحة بعد كل مشاكل اللي صارت بيناتهم هل ممكن ان هو يرجع الفريق او هل صار صلح بيناتكم او لا فاكترونوا بالكومنتات شو رأيكم بالتقاء ايمو وفريقه السابق بسبب الاشخاص اللي يسئلوني يا حبايب عن النورمار فليش هو ما يجي الحفلة فلا تعرفوني ان النورمار حاليا هو مسافر بدبي فلهذا هو ما قدر يجي الحفلة ولكن ينزل هذا الستوريش اندي عايض قمر على عيد ميلادها وكاتب لأكل عم تب خير وهي قالت لشكرة على الهدية ووضع نوجه هزلها هدية هو بدبي فاكتروني بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم باللي صار بالحفلة الخبر الرابع اللي عدنا يا حبايب عن امير اللحسين ومحمد كريم واللاسف الخبر الحزين اللي هو انفصالهم فمحمد كريم لازل هذا المقطع يا حبايب اللي وضح به انهم انفصلوا وممكن بعدما رح يرجعون تصورونه ايا بعض وانشاء غريبة صارت بالفيديو يا حبايب انه محمد كريم موضح من عيونه انه كان مدمع ووضح انه حزين على اللي صار عكس امير اللي هي نوعا ما كانت عادي عندها وحسب ما قالت انه هي ما كانت تحبي محمد كريم وانه مجرد متعودة عليه رح تقوم اللقطة اللي تقرره اللي تشوف الشخص مناسب الها مبروك يا عمي مبروك اعرف رح تقولوا انتوشتوا حلاثنين وهويس والف ولا يقول وحرام ومحرام وحرام قصتكم تنتهي ايشي اه اعرف اذا بقول مثلا والله انا حبيتوا لو محمد كريم رح حكون كذابي عشان نكون صريحين لأ تعوادت على محمد كريم ايه هذا يخلق أغلب الكومنتات يا حباب نيتهجمون على أميرة اللحسين وأنها غلط وأن أميرة اللحسين كانت تذابة ولكن بنهاية ألو وفقهم يا راب وإن شاء الله كل واحد يذهب إلى شخص مناسب وأن يكمل معها بنهاية من يمكن أن نجبر أميرة أنه يتبقى يا محمد كريم إذا فعليا ما تحبه ولكن بعض الأشخاص تهجموا عليها سبب أن الأستوريات التي نزلتها بعد مقطع الانفصال كانت داخل نوعا ما مكان غريب يعني ويها شباب ويها ولد فكتبنا بكومنتات شو رأيكم باللي صار وطبعا يا حباب أنا تنبأت لكم هذا الخبر عم تعرفون أني محقق قوي قلت لكم قبل قومين من أنهم ينفصلون قلت لكم أنهم انفصلوا الخبر الخير لعادنا يا حباب عن بيسان اسماعيل ولانا روز أنه شائب نزلت قليلا تستوريات كان بها لانا روز وبيسان اسماعيل في رأس السنة قاعدين يركزون نوعا ما رقص غريب ونسب الوقت كانت ملابسهم قصيرة خاصة لانا روز كانت ملابسه كثيرا جانب شوية تهجم وايدة زولي فيديو قالوا وشوفوا الشي اللي قاعد يصير ما أدري يا حباب أنا أحطكم الفيديوهات وانتوا بنهاية قرروا بالكومنتات هل هذا يستحق تهجمه لا اشتركوا في القناة يا حباب بعد سنة جديدة أحبكم وإن شاء الله هستنى كون كلش قويين وفجر واشياء وبس مع السلامة